أكد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي أن مصر شرعت في التوصل لخطوات عملية ومبتكرة لإزالة حاجز الربح الضعيف أو غير الموجودة في المشروعات البيئية وخلال كلمته في افتتاح فعاليات إطلاق النسخة الأولى من منتدى الاستثمار البيئي والمناخي في مصر والذي يعقد تحت رعاية الرئيس عبد الفتح السيسي شدد مدبولي على أن مصر وضعت وتنفذ مخططا طموحا لزيادة المكون الأقدر في الموازنة العامة للدولة شرعت مصر في هذه المبادرة من أجل التوصل إلى خطوات عملية ومبتكرة من أجل إزالة حاجز الربح الضعيف أو غير الموجودة في المشروعات البيئية وذلك من خلال أولا الإجراءات الإصلاحية التي اتخذتها مصر لخلق مناخ داعم للاستثمار الأخضر والذي يأتي في مقدمتها على سبيل المثال ولا الحصر واحد وضعت وتنفيذ مخطط طموح لزيادة المكون الأخضر في الموازنة العامة للدولة من خلال تطبيق معايير الاستدامة البيئية على كافة المشروعات المدرجة بالموازنة بهدف الوصول إلى 100% مشروعات خضراء بحلول عام 2030 اثنين اصدار الطرح الأول من السندات السيادية الخضراء والتي تعد خطوة بالغة الأهمية نحو تمهيد الطريق لتوطين آليات التمويل الأخضر والمستدام بالأسواق المصرية ثلاثة اصدار حزمة من الحوافز الاستثمارية وإدراج المشروعات الخضراء ضمن قائمة المشروعات الاستراتيجية والقومية